السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم انهاردة بحاجة خطيرة جدا وحاجة مهمة جدا السيسي بيتبعها الفترة الاخيرة اه طبعا عرفنا ان الاختيار كان فكرة ما كانش مجرد مسلسل فكرة السيسي بيورد من خلالها وجهة نظر وهو بس مش اي حد تاني ما تسمعش كلام حد غيري على مدار ثلاث سنين تلو علينا السيسي جزء الاول للجزء التاني اه لكن الجزء التالت الحقيقة بعد ما اثبت فشلوه وبالفعل الناس طبعا بعد ما سفت عليه والتريقت عليه فالسيسي فعلا عارف ان هو كده جاب وراء مش هينفع بقى مش هنلاقي له جزء رابع ولا حاجة وده اللي بيترميمي قاله الفترة الاخيرة اه طبعا القصة دي كلها بتخلي السيسي بقى يبدأ يفكر في بداية لما احنا مش هنتنين عادين كده هو كان بيعتمد ان هو بيحاول يزايف وعي الشعب ليه الناس الكبيرة المعاصرة العصرة اصلا الاحداث اللي هو بيقول عليها ده الموضوع كله ما فيش 8 سنين والناس عاصرت ده وعارفة فالناس ما كلش معاها الكلام اللي تقال في المسلسل وبالتالي التالت اجزاء سقطوا سقوط زريح او فشل وفشل زريح وبالتالي سيسي لجأ لحلقة تانية بقى خلاص هيسيب الناس الكبيرة والناس اللي دماغة والناس اللي الدماغة العالية قوي والناس اللي هم بقى كانوا معاصرين وفاهمين حتى اللي هو المطبله بس عارف ان اللي بيحصل ده كده هو تدليس فيعمل ايه بقى هيروح على العالة الصغرى بقى هيعمل ايه مع العالة الصغرى دي بقى الكارسة اللي بتحصل في مبرمج محترم مصري مفروض يعني ان هو محترم اسمه آآ كريم صراح ده مبرمج او مطور آآه آآ 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 علاب آآ آآif آآ 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 цيو James على مفروض تفرح ونفرح ومصر كلها حين احنا عندنا آآ آآ فزي كده وعندنا عقليات بتقدر تنافس آآ آآ الدنيا اللي برا بنقدر نعمل حاجات زيهم بالزبط فدي تبقى حاجة كويسة لي لكن حضرتك ما فيك تسأل بقى كريم بيه صلاح تقول له يا كريم بيه انت حضرتك اللعبة دي بقى احكي لنا كده تفاصيل كده ادينا شوية details كده عن تفاصيل اللعبة دي هيقول لك اللعبة دي بتحاكي ما يحدث على حرب الجيش المصري للارهاب يعني ايه احنا عاملينها بالزبط هتبقى في سيناء موقعها في سيناء وفي ليبيا والجيش المصري فيها بيحارب الارهاب وازاي مش الارهاب بقى بيحارب ميليشيات الارهاب فهدوت والمهمات بقى طبعا زي تروح تقتل مش عارف ميليشي ايه يعني بمعنى صح بيحاول يصور للاولاد بيحاول يصور لهم اللي بيحصل يعني ايه اللي هو اللي السيسة عايز عايز اقول له الناس الكبار فالكبار خلاص ما بقاش يأكل معهم الكلام ده فهيروح يصدروا للعيال علشان العيال تخب بالها وتعرف ان ايه اه ان هي ده حرب الارهاب وده خطورة لحاجتين ده اول حاجة تزيف وعي الاولاد الصغريين اللي بحضروش وما شافوش وكتير منهم مش هيبقى مدرك ووعي الكلام ده الخطورة التانية ان هيكون قناعة وصورة زهنية عن الجيش ان الجيش ده بيحارب بس اللي هم الميليشيات او الناس اللي هم بدأن والناس اللي هم الارهابيين بس لكن ما بيحاربش جيوش نظامية يعني الجيش اصل مفوضة والحرب بتبقى بين جيشين نظاميين وشغل الميليشيات ده ما فيه قوات داخلية وشورطة يقدروا يعملوا الكلام ده كويس قوي يعني لكن انت كده بتزرع بتطلع في الولاد ان الجيش اصلا شغلته ومش شغلته ان هو يحارب بقى حروب نظامية مع دول وجيوش اخرى لأ ده هو يحارب الارهاب اللي هو الارهاب الداخل فده اللي السيسي عايز يعبله ودي الكارسة الكبيرة اللي السيسي فتكاسة فتكاسة جديدة فطبعا كريم صراح ده يعتبر هو هيبقى تنضر عليه بيتر ميمي بتاع الفيديو جيم او بيتر ميمي بابش بس هادي كل الحكاية فاريت نخلي بن منه سلام